عندما نقرى هذه التقرير وإجماع بعض الدول مؤخرا يكفي نظمنيا أنهم يعترفون بأن هذه الحركة هي حركة إرهابية لأنه لا يمكن أن نرى التقرير الذي صدر عن إداع الألمانية وأن نخرج بأن حركة بوليزارو هي حركة إرهابية يعني تغدي الإرهاب إذن الصراع أرى بأن تصنيفها في لائحة الحركة الإرهابية يعيقه إعاقتين أو له إعاقتين الإعاقة الأولى هو وجود الجزائر وجودها على أرض الجزائر لأن تصنيف البوليزاريو كجماعة إرهابية يعيقها أنها موجودة في أرض الجزائر والجزائر لها ارتباطاتها دولية ولها دولة ولها مجموعة من العلاقات مع دول أخرى الإعاقة الثانية التي كانت تقف أمام تصنيفها كحركة إرهابية هي صراعات الدول في المنطقة صراعات الدول الكبرى في المنطقة صراعات فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، ألمانيا ومجموعة من الدول هذا هو الذي كان يعيقها ولازال يعيق تصنيفها صراحة في لائحة الحركات الإرهابية إرهابية ترجمة نانسي قنقرات الدولة